إنه طلع كابتن محمد فاروق وده راجل لعب إنه دي الأهل السابق وكان في قناة الأهلي ده بقى ما قالش العمرة ولا قال الحج قالك الأهلي فرض عقوبة على إمام عشور أو الشناوي بيزعق لإمام عشور بعد المباراة وبيلوم وإمام رد عليه ودور على الكلام ملوش أي أساس من الصح تقومت لها إيه برضو من ضمن الفابركات يروحوا رمين حاجة إنه شبير قال في الراديو إنه الأهلي غرم إمام عشور مئة ألف جنيه بسبب رده على الشناوي ده شبير رد النهاردة رح شبير كاتب تويتر شبير بيسأل شبير أنت عملت كده ليه ده أحمد شبير على تويتر أو على إكس دلوقتي قالك بيقولك إن شبير قال في برنامج الإزاعي إن خالد بيبو خصم لعشور مئة ألف جنيه يا راجل تصدق أنا سألت شبير نفسه قال لي إمتى وفين عشان ألحق أسمع يلا أهو كله هبد والسلام زي حكاية الشناوي وإمام هنا بقى الخطورة بقى لما أقولك هناك من المش هنتسمي المنافسين الخصوم كاريه الأهلي اللي حطين خطة ينوقف مش عارف من ينوقع الأهلي وبينفذوها بنجاح كامل لإن المشهد الإعلامي أصبح يسمح بهذا وأنا بقولك أستاذ إبراهيم يعني اختلاق خبر زي ده لضرب إمام كل يوم كل يوم حيسمع كلام من ده وإحذروا مثل هذه الأخبار وإحذروا المصادر وتابعوها هتجدوها متكررة وحتجدوها مش مهندس أنا شفت تقريرين لقراء الجماهير على قناة صدى البلد عنوان جماهير الآهلي تهاجم إمام عشور جماهير الآهلي تنتقد إمام عشور في صدى البلد جماهير الآهلي بتقولك مع حقوت ولا مع مين ده تقرير معمول مع الجمهور في الشارع تبص تلاقي الناس اللي تكلمت ولا حد جاب سيرة إمام بحاجة وحشة واحد بس قالك مستوى لسه بعيد عشان أول مباراة والناس تكلمت فيه انتهى طب قولي يا أستاذ إبراهيم بقى إنما الواضح بجد استهداف إمام عشور طيب لما ينزل عنوان زي كده ده إلا الإعداد ولا المقدم ولا حسنية ولا سوء نية ومين اللي حاسب على إذا كان هناك سوء نية أو خبر غير حقيقي أو تغيير أو تزييف لأراء أو حتى اختزالها وأخذها من سياقها عشان تؤدي إلى معنى عكسي مين اللي حاسب هل القناة هل هناك جهات فعلا حتوقف الزرد ليه أنا أنا الناس المتصورة إن المشهد الرياضي حيهدى وإن العلاقات بين الأندية حتهدى لأن من رأيهم أن من كان سببا سببا في هذه الإلتهابات والصراعات مش موجود هو زهب ولم يذهب الإسلوم وأصبح كله خايف يسيب الإسلوم ده بالعكس بيزايدوا بيه يعني النهاردة لازم تطلع تقول إذا كنت مترشح طول عمر الزمالك بيتظلم وأنا حدى حد معينه اللي بيقول كده معظم هم مسؤولين سابقين طول الخمسين سنة اللي فاتوا دو فين كنتوا ما قلتوش هذه الكلمة أبدا قلتوا مسؤولين إلا إذا كانت دي بتأكل مع الناس وثقافة اتغيرت عايزين تستثمروها في لحظة انتخابية حتتفعل يا جماعة إذا فضلت الأمور كده هو أنت فاهم إن النادي الأهلي لو فضلت صورته الزهنية جمهوره أو حد ينتسب إليه ضعيف 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 بعد شوية كده إيه زي ما قبل وش أكسفر ليه وش أكسفر ليه وش أكسفر ليه تقولي يا راجل أنا كويت بعد شوية تمرد هتقعد في البيت مش هتنزل لما أجي أقولك أنت مظلوم أنت مظلوم أنت مظلوم هتشتغل بيأس وإحباط وخلاص تستسلم لأنك مظلوم ولا أنت مظلوم ولا وش أكسفر ليه ولا أنت ضعيف كله تأليف 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 علشان مغازلة بدلا ما تكون قائد أنت تقاض يعني دورنا هنا أحيانا الجمهور بيزعل مننا من كلمة بس بعد شوية بيدرك أننا كنا نهدف إلى المصالح العام لما بنيجي نقول بلاشة جميل قالي كده مش بنصادر عليهم ما إحنا بواقع ممارسات وعيشة طويلة وخبرات بنقول خلي بالكم لأن دي مزقوقة علينا ثقافة لتغيير وقعنا ثقافة علشان تنال من مبادئنا ثقافة علشان تهز صورتنا هذا الكلام بننبي به لأن إحنا لو فضلنا لو إحنا عايزين نكسب شعبية نفضل نردد اللي بيتقال والناس تقول الله عليكم لكن أحيانا نناقش دون أن نصادر اللي عايزة اختلف بقى بس أنا قدمتلك وجهة نظري عشان تخلي بالك إذا كنت عايز وما تصدقنيش أنت حور أيوة لكن إن إحنا نقعد نتلقف من ناس بتكرهنا مثل هذه الأخبار ونزيد بيها كل واحد يا جماعة على فكرة الإنسان ابن ثقافته بنت المكان يعني أنت إذا كنت في بيئة صادقة بتطلع صادق في بيئة معتادة الكذب بتطلع كالدمة غير ما تحس وبتستمر الكذب في الهايفة والمليانة تستمر الكذب في حيان ناس بتجذب والله بيلا مبرر طب وهي الموضوع ده خليك تجذب ليه يعني أحيانا الناس بتجذب عشان خايفة أو عشان تغطي على خطأ كبير خايفة تتحسب عليه أو خاجلانة منه لكن تجذب في مقفل لا استعيق الكذب يجر عليك لو الناس عرفت أنك بتجذب بعد كده مشاكل وتفقد مصدقيتك عند الناس بعد شوية ليه وأقوى واحد اللي بيواجه الناس بالصدق حتى بعيوبه يعني أنت لو واحد طلع ويقولك أنا غلطت فيدي عشان كذا 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 الناس مش مضطرية هجبك خلاص أنت جبت أخرك يعني أصد أقول لأستاذ ابراهيم إحنا اللي يعنينا جماهيرنا البقاء هنرد عليهم إذا كانوا يستحقوا الرد لأنه فيه ناس لا تستحق ما تتعبش هو عنده أجندة بس هنكشفهم من غير ما نهاجمهم بتخلي بالكم منه لأن ما فيش هو كده هو هيقبض عشان يعمل كده إيه لي غاير رأيه عشان أنت بتقول له عيب مش هيغير مش هيغير ده كلام مهم جدا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل الغربان شكرا شكرا شكرا